السلام عليكم ورحمة الله حتى تعرفوا قصة المقطع الذي سوف ترونه الآن تابعوا معنا للنهاية أكبر سر في حياتي كنت في سن الخامسة عشر كان السر هو أن لي حبيبة زوج أمي كان شديد التدين وكنا نعيش في مجتمع صغير محافظ حيث كان علي إخفاء حقيقتي كنت بحاجة للهرب فعملت في عدة مهن لتوفير المهن لالتحاق بجامعة في مدينة أكبر هناك يمكن أن أكون على طبيعتي لكن بدون أي نظام للدعم عشت في فقر مدقع وكافحت باستمرار التقيت بعد ذلك بالعديد من شباب مجتمع الميم الذين ناضلوا أيضا لمغادرة منازلهم شعرت بالتحرر بينهم للمرة الأولى في حياتي أشعر بالانتماء لا يمكنني العودة إلى المنزل مرة أخرى في المجتمع الجديد الذي أنشأته لنفسي نحن ندعم بعضنا البعض لنقيد أو شرط ونحتفي بأنفسنا كما نحن الآن أصبح بعضنا لبعض سند هذا المقطع اللي شفتوه يا ترى مين اللي عاملينه اللي عاملينه هم الأمم المتحدة ضمن مبادرة أحرار ومتساون وهذا المقطع موجود على موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هدول اللي عاملين هذا المقطع هم وأمثالهم اللي بسميهم قانون الطفل الجهات المختصة هذه اللفظة العامة المسمومة ولا تنسوا أنه أصلا قانون الطفل إن عمل علشان معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل يعني هؤلاء اللي بعلموا بنتك إنها تهرب من البيت لأنك متدين وإنها تسافر وتعيش مع عشيقتها ومع مجتمع الميم يعني مجتمع الشواد شباب وبنات في بيت واحد الشاب يمارس الجنس مع الشاب والبنت مع بنت هؤلاء هم اللي راح يكونوا حسب قانون الطفل الجهات المختصة اللي بتعلم ابنك وبنتك إنه هذا كله من حقهم وهي هم مجهزين عدد كبير من المقاطع عدد كبير من المقاطع باللغة العربية شفناها مثل هذا المقطع عشان يبدأوا ينشروها على أوسع نطاق بعد قانون الطفل هم المخولين يعملوا أندية ثقافية ونشطات ترفيهية اللي حسب قانون الطفل راح تجرم أنت يا الأب إذا بتمنع ابنك يروح عليها خوف ما يتسمم من أفكارهم هم اللي راح يعلموا ابنك وبنتك إنه أصلا ممنوع أنت تتطلع على مراسلاته لأنه هذه خصوصيته حسب قانون الطفل وهم اللي لهم الحق في تقييم مدى تطبيق قانون الطفل وهم اللي راح يدفعوا مكافآت للمحامين اللي بيعملوا قصص النجاح والبطولات في تحرير الأطفال من ظلم الأهالي وقيودهم وهم اللي راح يتابعوا كم قضية كسب المحامي الممول منهم في سحب الطفل من أهله هم اللي راح يكونوا مخولين بأنه إذا شافوك بتوقف في وجههم يا الأب فمن حقهم ياخذوا أولادك ويودوهم لدور الرعاية المشرف عليها من قبلهم وما تستغرب إذا لقيت ابنك أو بنتك صار مع أسرة في أوروبا العجوز لأنه عندها نقص شديد في الأطفال ولا العلم اسم هذا المقطع اللي شفناه مع بعض الآن اسمه مبادرة الأمم المتحدة أحرار ومتساوون والمنظمة الدولية للهجرة للهجرة قصة جين بدهم يهجروا أولادنا لعندهم عرفتوا ليش إحنا مهتمين بقانون الطفل لأنه بيحط مركب مجتمعاتنا على طريق الهاوية باتجاه نفس مصير الدول الغربية وبيخرب كل الكوابح كل البريكات كل البريكس اللي في المركب بأيدي داخلية عميلة مدعومة بميازانيات ضخمة علشان إذا دمروا دين وأخلاق مجتمعاتنا فرح يتحول أبنائنا وبناتنا ما بين سلعة جنسية ومستهلكين لمنتجات السعار الجنسي اللي بينشروا هؤلاء فبيكسبوا أضعاف ما دفعوا في سبيل تدمير مجتمعاتنا زي ما بينت في آخر حلقة نشرتها لحد الآن وعندنا في بلادنا ناسر خاص عمالهم بتلقوا تدريب مستمر من هؤلاء شغل كبير تحت الأرض علشان يفوروا فوردهم بعد قانون الطفل وبينت في الحلقات شيء من ذلك واللي بيحصل في الأردن مخطط مثله لكل بلاد المسلمين ونتيجة المعرة في الأردن بتأثر على نتيجتها في باقي دول المسلمين الشيء اللي كان يخلي كثير منه يجبن عن قول الحق ومحاربة الضلال والفساد هو الخوف على أولادنا بنقول بسكر الباب علي وعلى أولادي وبربيهم وبحاول أحصنهم من الفساد ومن الحرب على الإسلام قانون الطفل بيكسر عليك الباب وبحكي لك هات ابنك هات بنتك احنا كأمم متحدة وأذنابها بدنا نستعبد ابنك وبنتك وندمر دينهم وأخلاقهم وانت بتتفرج ما إلك حرية في أي شيء إلا في إنك تموت من حسرتك إذا بتحب روح احضر حلقة من الحلقات الخمسة اللي نشرناها في الموضوع وشوف كيف اللي حضروها قالوا لك احنا كنا في سابع نومة وبعد الحلقة ما عرفنا النام علشان تعرف ليش اللي يفهموا إيش هو القانون بتلاقيهم مستبسلين ومستميتين في الهجوم على القانون والوقوف ضدي لورا هذا القانون إلحقوا حالكم يا آباء ويا أمهات قبل ما يسلقوا أولادكم والله الأمر أخطر مما تتصورون والله الأمر أخطر مما تتصورون والله إن موت أولادنا أهوى علينا من نجاح مخطط تكفيرهم وإفسادهم واستعبادهم للجنس وللنظام الدولي والمؤسسات الأممية وهو الشيء الذي يمهد له هذا القانون احضروا الحلقات لتعرف عن إيش بتكلم وارفعوا صوتكم برفض القانون ونقول لكل مسؤول أي واحد بوقع على بيع أبنائنا وبيفتح الأبواب لإفسادهم سرقتهم منا فهو خائن لا نسامح دنيا ولا آخرة وتفاعلوا على وسم الأردن ضد قانون الطفل وأيضا على وسم قانون الطفل مسموم وانشروا هذا المقطع يا أخواني وتابعوا باقي الحلقات والسلام عليكم ورحمة الله